السلام عليكم نشرح في هذا الدرس عن Page View تشوف بأنه أنا كتبت هذه الأكواد فقط حتى أريك الناتج في البداية تأخذ فكرة عن الذي سنقوم به بهذا الدرس أو ممكن يكون أكثر من درس حتى نغطي الموضوع حاليا نضغط على Hot Restart تلاحظ بأنه هذا اللي أريد عمله إذن تشوف بأنه عندي صفحة أولى صفحة ثانية ممكن أن تعملها Swapping بهذه الصورة أو Scrolling عفوا كذلك طبعا تشوف بأنه حتى لو ما عملت Scrolling هو ينتظر بعض الثواني تشوف بأنه ينتظر أربع ثواني فقط ويحول على الصفحة الثانية ينتظر أربع ثواني ويحمل على الصفحة الثانية هذا الشيء طبعا ممكن تستخدمه بداخل التطبيق نفسه أو ممكن بأنه فقط في بداية التطبيق تشوف بأنه بعد ما يكمل الصفحات الأربعة ينتقل إلى Splash Screen ومن ثم إلى Screen الأساسية طبعا هذا فقط لغرض التجريب لكي أريد الموضوع ممكن أنه مباشرة تنتقل إلى السكرين الأساسية وكل هذه الخيارات سأريكيها في هذا الدرس كذلك تلاحظ بهذا المكان عندي بوتون أنا وضعتها Get Started هذه ممكن بأنه تتجاوز هذه مجرد أنه تضغط عليه مباشرة ينقلك إلى الصفحة التي أنت تريدها إذن سنقوم بكتابة الأكواد من الصفر ممكن أنه أحذف كل هذه الأكواد مبدئيا الآن لاحظ في البداية مجرد أنه تقوم بإنشاء ملف جديد ممكن تعطي أي اسم إذن على سيء مثال تشوف بي أنه أعطيت اسمه P underscore view اختصارا لل Page view ومن ثم dot dart أكيد بالبداية تعمل Import للمaterial app ومن ثم طبعا نحتاج إلى State ممكن طبعا بالبداية تنشاء Stateless وجده ومن ثم تحولها أو مباشرة تكتب Stateful widget ومن ثم اسم من Class اللي هو سيكون عبارة عن P view ومن ثم مبدئيا هذا ال P view تجعله كسكرين افتراضي يعني أول ما يعمل التطبيق أريد بأنه هذه السكرين هي تكون سكرين رئيسية فمجرد أنه بداخل main.dart في الأعلى بهذا المكان تعمل run up لل P view بأنه تشغل هذا ال P view كسكرين افتراضي وطبعا أكيد تعمل لimport شوف بي أنه عملت لimport بهذا المكان طيب كل التنسيقات نكتبها بداخل هذا P view تشوف بهذا المكان مبدئيا بما أنه هو سكرين فالمفروض بأنه يحتوي على كل المعلومات المطلوبة فإذا المفروض بأنه material app تفتح قوس وأهم شيء تحدد ال home حتى ما يعطيك إراء هذين هم عبالة عن scaffold مثل ما ذكرت هي سكرين كاملة طيب ال app bar حاليا ما نحتاجه نحتاج فقط إلى ال body مبدئيا ممكن تكون center أو container أو أي شيء ممكن الآن لو نضغط مثلا على hot restart الآن لاحظ فعلا أنه شغل التطبيق والنافذة الرئيسية أو النافذة الافتراضية للتطبيق هي هذه النافذة مبدئيا هي ما تحتوي على ال app bar هذا الشريط ممكن نزيله أكيد فبهذا المكان debug show check mode banner مجرد أن نعطي فلس بهذا الشكل حتى يزيل الشريط طيب ولنفرض بأنه مباشرة نريد نستعمل page view إذن هناك وجد اسمها أكيد page view بهذه الصورة ممكن تفتح أقواس بهذا الشكل ما عندك أي مشكلة حاليا لو تفتح هذه page view أيضا فيها طريقتين الطريقة الأولى هي فقط page view والأسلوب الثاني هو page view dot builder وأتصور هذا الموضوع أصبح مستهلك يعني شرحنا أكثر من مرة كيف تستعمل هذا الأسلوب وهذا الأسلوب ففي هذا الدرس فقط أنه سيستعمل واحد من الأسلوبين وأركز عليه طبعا إذا استعملت ال page view فقط وعندك list of widgets فتضطر بأنه تستعمل دالة الماب حتى تحولها إلى list of object أو ممكن تتفاضي استعمال دالة الماب باستعمال أكيد page view dot builder بهذا الدرس سنستخدم page view مع الماب أكيد إذن تشوف بأنه بهذا المكان في page view بداخله طبعا موجود أهم براميتر اللي هو children children هذا عبارة عن list of وجهة اعتيادي يعني مبدئيا أنت بهذا المكان وتكتب children الآن ممكن تعطي أي شيء فعلى سيء مثال يعني text مثلا يعني لو أعطيته بهذه الصورة فقط لغاية التجريب text1 ومن ثم تنسخ إذن text2 وكذلك text3 المفروض بهذه الصورة طيب الآن نضغط على hot restart أو hot reload تلاحظ بأنه number one ظهرت بهذا المكان طبعا لو تريد بأنه كل وحدة تحيطها بcenter مثلا يعني لكن المهم شوف بأنه number one ظهرت بهذا المكان حاليا لو تعمل هذه السكرولينج شوف بأنه هذه الصفحة الثانية number two هذه الصفحة الثالثة number three إذن قام بإنشاء ثلاث صفحات ببساطة هذه هي فكرة page view بأنه أنت بداخله تضع children وهي ستقوم بإنشاء عدد من الصفحات على عدد هذه children وأنت تقوم بالسكرول ما بين هذه الصفحات تبقى الآن تنسيق هذه الصفحات هذه ليس له علاقة بالpage view أنه أنت تنسقها بأي شكل أنت تريده فعلى سيء مثال سنقوم بتنسيق معين في البداية المفروض بأنه يكون عندي list of object وأضطر بأنه أحولها إلى list of object عن طريق دالة الماب مثلا بهذا المكان ممكن أنشئ model مركز بيانات خاص به فعلى سنمثال class وليكن اسمه data بهذه الصورة تفتح قواس لclass تعرف بداخله final string مثلا title فارزة ومن ثم نفس الحالة final string وليكن description وكذلك نعرف final string وليكن image url فارزة من قطب كذلك أخيرا final ومن ثم icon data واسم المتغير هذه مرة هو عبارة عن icon data بهذا الشكل ومن ثم أكيد نعمل alt enter create constructor سينشئي constructor بهذه الصورة طبعا أنا ما أريد هذه الطريقة أريد name parameter تكون أسهل لأنه أنا ما أعرف حاليا هل title هو أول واحد أو description فهذا الشيء صعب ممكن أنه أحيطها بهذه الصورة وأستعمل required بالبداية الفارزة ومثل ما كنته alt alt حتى يقسم السطر فبهذا المكان مجرد أن تحتاج إلى required يعني لو تريد أن نتضاحة required كلها فrequired بهذه الصورة وأنا أضعها لكل الparameters بهذا الشكل طيب الآن نريد بأنه ننشئ list of object ونوع كل object هو هذا الكلاس data فأين سننشئ list of object على سين مثال بداخل pview state يعني بهذا الكلاس إذن list of object ونوع هذا الobject هو data وليكن اسم الكلاس هو my data ومن ثم تفتح أقواس بهذه الصورة طبعا ممكن بأنه تعطي final على اعتبار أنه أنت تسند القيمة مباشرة مرة واحدة وهي معلومات غير قابلة للتعديل فتعطيها final الآن لاحظ كل object بهذا المكان أنت تكتبه يجب أن يكون نوعه data فإذا نكتب مثلا data بهذه الصورة طبعا ممكن أنه تستعمل السطر الثاني حتى أنه يعطيك الأسماء حاليا يريد منك title فتعطيه title يريد منك بهذا المكان description فتعطيه description ويريد منك image url فبالتالي أيضا تعطيه بهذه الصورة وكذا يريد منك icon data أي icon ممكن تعطيه حاليا ومن ثم فارزة وبعدها تضع الobject الثاني والثالث وهكذا فعلى سيء مثال title سيكون عبارة عن title 1 هذه الصورة بالنسبة للdescription ممكن أنه أضع أي نص لكن في البداية ممكن أقسم السطر حتى يكون موضوع أفضل بهذا الشكل إذن description أضع أي نص بهذه الصورة بالنسبة للآيكون طبعا يريد مني الآيكون مباشرة ممكن يعني الغرض التجريب أنه تضع له أي آيكون على سيء مثال هذه الآيكون طبعا بناسبة هذا description يعني هو عبارة عن نص ليس له أي معنى أصلا وحتى هذه أصلا عشوائية أن أختار الآيكون طيب الآن image URL هذه الإميج طبعا إحنا نريدها حتى تكون كبارغرامد إذن الصور مثل ما شفت في بداية الفيديو الصور وضعتها كبارغرامد طبعا حملت أربع صور من الانترنيات أكيد سأرفق لك الصور في الوصف الخاص بالفيديو فأنت كل ما عليك بأنه تأخذ هذه الصور الأربعة اللي هي اسمها Q1, Q2, Q3, Q4 تضعها بداخل مثلا الإميج أو ممكن تضعها بداخل الأسد حسب الترتيب اللي أنت تريده فهذه الصورة الأولى ثانية ثالثة رابعة بهذه الصورة إذن أنت تضعها بداخل مثلا الإميج وبعدها تضع بالpubspac.yaml وتقوم بتعريف هذه الأربع الصور إذن إذا وضعتها مباشرة بداخل الإميج فتعرفها بهذه الصورة image.q1.jpg طبعا فقط للمعلومة معلومة بسيطة إنت ممكن أنه تكتب فقط بهذه الصورة يعني هذه image.slash ما معناها أنه يحمل كل الصور الموجودة بداخل فولدر الإميج يعني حاليا ممكن تحذف هذه هو يحمل لك كل الصور فهذه فقط للمعلومة إذن بعد ما حملت الصور المفروض بأنه تعطي رابط الصورة بهذا المكان إذن من فولدر اسمه image صورة اسمها q1.jpg إذن image slash q1.jpg بهذا الشكل إذن هذا هو رابط الصورة الأولى بنفس الطريقة تنشئ object مثلا أحتاج إلى four objects بهذه الصورة إذن حاليا هذه title2 title3 title4 وتبدأ بإطاء مثلا putم مختلفة طبعا هذه الصورة الأولى q1 وكذلك q2 وكذلك q3 وكذلك q4 الآن سأوقف الفيديو وأعطي description وكذلك أعطي icon مختلفة أوكي الآن تشوف بأنه عملت description مختلف كلام طبعا ليس له قيمة وكذلك عملت اختاريت أربعة من البوتون أو أربعة من الايكون عفوا طبعا الايكون اختيارها كان عشوائي كل شيء هو بشكل عشوائي وافتراضي فقط لغرض التجريب إذن أصبح عندي فور أوبجيكت طبعا هذه فور أوبجيكت موجودة كلها بداخل list of objects اسمها my data نريد أنه هذه list of objects نحولها إلى list of widgets هذا الشيء باستعمال أكيد دالة الماب فإذن بهذا المكان أنت بدل ما تكتب children بدل ما تسند list of widgets بشكل مباشر ممكن تستدي هذه list of objects وعن طريق الماب تحولها إلى list of widgets تضطر بالنهاية إلى أنه ترجع تحولها إلى list الآن يقبلها منك إذن معنى هذا الكلام بأنه هذا المقدار كله بالنهاية هو يساوي list of objects تلاحب بهذا المكان أنت عندك إي ممكن تسميه مثلا item يجب أن تذكر دائما وظيفة هذا الـ item بأنه هو متغير أو هو parameter أو هو object يمرر بداخل المايدات إذن مرة سيكون هذا الـ object مرة سيكون هذا الـ object مرة سيكون هذا ومرة سيكون هذا بكل مرة هو على سمي مثال بهذا المكان بكل مرة أنت تستطيع أن تكتب مثلا item dot title dot description dot image url و dot icon data عن طريقة إذن تستطيع الوصول لهذه المتغيرات الأربعة طيب ما الذي سنفعله سنعطي تنسيق معين سننشئ design معين إذن وليكن في البداية container معينة container بهذه الصورة مبدئيا نعطيها color وليكون colors dots ممكن استعمل مثلا هذا اللون طبعا اللون حاليا غير مهم لأنه في النهاية سيكون ليس له قيمة أصلا فاختار أي لون حاليا وبداخل container تضع child معين مبدئيا أنت ممكن تضع column بداخله children وتنسق المحتويات بداخله الآن لاحظ أول شيء مبدئيا هذه الcontainer ستأخذ الشاشة بالكامل تبي أنه أخذت أبعاد الشاشة طيب الآن هذه الcolumn ستترتب مجموعة من العناصر فوق الcontainer فعلى سين مثال أنا أتخيل الآن أنه عندك icon معينة كبيرة تظهر بهذا المكان ومن ثم title بهذا المكان ومن ثم description بهذا المكان فإذن عندي ثلاث عناصر icon وtext يمثل title وtext آخر يمثل description فإذن وجهة اسمها icon نفتح قواس فارزة ومن ثم text تفتح قواس فارزة ومن ثم text تفتح قواس بهذا الشكل الآن icon يريد مني icon بدل ما أعطي icon بشكل مباشر أكيد المفروض أعطي item.iconData ذكرنا بأن هذا الائدم هو متغير يمرر في المايدات فعلى سين مثال عندما يمر على الأوبجيكت الأول سنستدعي الائكونData إذن item.iconData فيعطيني هذه الائكون كذلك بالنسبة للتايتل مجرد أن نكتب item.title فهو يجلب لهذا التايتل إذن بنفس الطريقة item.title سيجلب لي التايتل والإتم.description سيجلب لي التايتل ما الذي سيحصل بهذا المكان تلاحظ بهذه الصورة إذن هذه الايكون الأولى هذا التايتل الأول هذا التايتل الأول الآن هذه الايكون ثانية تايتل ثاني تايتل ثاني تايتل ثاني وهكذا طيب الآن نقوم بالتنسيق مبدئيا هذا الكولوم مجرد أن تعطيه main access alignment.center بهذه الصورة شوف بأن المحتويات سيضعها في center بالنسبة للأيكون أريدها بأن تكون كبيرة جدا فبالتالي تعطيها size وليكن 130 بهذا الصورة شوف بأنه كبيرة كذلك المفوض بأن يكون عندي فاصل ما بين العناصر فإذن size box ومن ثم height وليكن 50 بهذا الصورة كذلك حتى ممكن أنسخه وأضعه كفاصل ما بين العنصر الثاني والثالث لكن حاليا المفوض ما يكون الفاصل كبير جدا يعني ما بين title و description ممكن الفاصل حاليا يكون 10 فتلاحظ بهذه الصورة إذن حاليا هذا الفاصل 50 بينما هذا الفاصل 10 كذلك نحتاج إلى تنسيقات بالنسبة للنصوص بهذا المكان إذن في التكست الأول نعطيه مبدئيا style سيكون عبارة عن text style ومبدئيا نعطيه color وليكن بلون أبيض أو لون أسود أتصور كذلك نعطي font weight وليكن bold كذلك نعطي font size وليكن 35 بهذه الصورة الآن هذا السطر لو ننسخه طبعا ممكن نقسم السطر لو تريد هالشيء هذا ونفس هذا السطر ممكن أضع بهذا المكان لكن هذه مرة بالنسبة description 35 كثير جدا ممكن تضع مثلا 28 بهذه الصورة طيب الآن hot reload طبعا نشوف بأنه أعطيت black بهذا المكان أنا أقصد black أريده وليس blue فblack بهذه الصورة أما بالنسبة لون description ممكن أضع بال white يعني لون أبيض تلاحظ بهذه الصورة طبعا ممكن أنه تضع مثل ما ذكرت الفارزة وتقسم الأسطر تلاحظ بأن تقسمت الأسطر بهذه الصورة الآن بالنسبة لهذا النص أريد أنه يكون في center ممكن تستعمل text align center لكن طبعا انتبح إلى المكان الذي تضع فيه text align يعني حاليا لاحظ بهذا المكان طبعا ممكن تضع فارزة بهذا المكان حتى تقسم السطر أكثر إذن هذا text شوف بأن أعطيت القيمة في لداية ومن ثم أعطيت style ممكن مثلا بعد style الآن تعطي text align اللي هو قيمته تساوي text align dot center الآن hot reload تلاحظ بأن الناس أصبح في center فعلا بهذا الشكل طيب الآن ما نريد بأن خلفية تكون بهذه الصورة إذن الصور الأربعة اللي عدنا فتلاحظ بهذا المكان في column تشوف بأن كل المحتويات هي وضعتها بداخل child يعني عبارة عن column child بداخل هذا container فممكن مثلا أنه بدل ما تستعمل color بهذه الصورة ممكن تستعمل decoration طبعا تذكر بأن استعمال decoration مع color هذا شيء ممنوع فلو تريد مثلا أنه تستعمل color والdecoration معا فالمفروض أن color تضع بداخل decoration الآن لا يعطيك أي اختلاف تلاحظ أن color موجود بهذه الصورة الآن لاحظ أريد بأنه هناك صور تكون عبارة عن خلفية فحاليا ما أحتاج إلى color بهذه الصورة بداخل decoration إذن أحتاج إلى image و عن طريق decoration image لو أفتح قواس أيضا موجود بداخلها image طيب في البداية أتأكد من هذا الكلام كيف عرفت كل هذه حاليا بداخل box decoration تشوف بأنه عندي متغير هو نوع image حاليا لو تفتح تشوف بأنه نوع decoration image فإذا المفروض بأنه بعد ما عطيت image تعطي object نوع decoration image طيب بداخل كيف عرفت بأنه أيضا هناك night parameter اسمه اللي هو image فهذا ملخص الموضوع طيب الآن هذه الimage اللي بداخل decoration image ممكن بأنه تستعمل exact assets image ببساطة مجرد أنه تستعمل هذا exact assets image مجرد أنه الآن تعطي image URL تعطي رابط الimage الآن سيجعل هذه الصورة عبارة عن خلفية طبعا بهذا ما كان استعمل الفارز وليس الفارز طيب الآن بدل ما نعطي image محددة image ثابتة مجرد أنه سنعطي هذه image يعني مرة تكون الصورة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة ومرة الرابعة كيف هذا الشيء باستعمال item إذا تلاحظ بهذا المكان أنت عرف item هو يمر على كل العناصر فمجرد أنه تكتب item dot ومن ثم image url بهذه الصورة حاليا لو تضغط على hot restart تشوف أنه أصبح بهذه الصورة فعلا إذن عندي أربع صور ممكن طبعا الصور تحسن حالها أنه تستعمل الفت أكيد لكن تنتبه إلى مكان استعمال الفت ليس بهذا المكان يعني بداخل exact assets image لأنه هذا حاليا فقط يريد منك رابط وانتهى الموضوع وإنما بهذا المكان فتشوف بأنه ممكن تستعمل الفت وعبارة عن box fit مثل ما درسنا dot ممكن تستعمل مثلا cover الكover أتصور مناسبة حاليا طيب بعد هذه نحتاج إلى button هذه button تكون موجودة بهذا المكان مثلا get started مثلا يعني لكن الفكرة بأنه هذه button ليس لها أي علاقة بالpage viewer فإذن هذه button مفروف بأنه تكون ثابتة تكتبها مرة واحدة لكن مشكلة هي بأنه هذه page viewer هي تأخذ ارتفاعات الشاشة بالكامل فكيف تفعل هذا الشيء لو حاولت بأنه تنشئ مثلا column عمود مكون من عنصري مثلا العنصر الثاني هو page viewer والعنصر الثالث عبارة عن هذه الايكون يعطيك error مباشرة لأنه مثل ما ذكرت لك هذه page view هي تأخذ كل ابعاد الشاشة فما ممكن بأن تضع عنصر ثاني إذن ما الحل الحل مثلا تستعمل الاستاك حتى أنه page viewer موجودة بهذا المكان اخذت ارتفاعات الشاشة لكن فوقها أنت تضع الامج إذن تضطر إلى استعمال الاستاك أكيد فبهذا المكان cats أو ممكن طبعا بدون ما تأخذ cats إذن alt interrupt with widget واسم هذا الوجت هو stack لكن سيعطيك error لأنه حاليا هذه ليست child واحد وإنما عبارة عن children فإذن هذه تأخذها cats وهذه تغيرها إلى children وليس child واحد ومن ثم تضع الأبناء إذن الابن الأول هو عبارة أما الابن الثاني فهو عبارة عن rise button اللي نريد استعمالها إذن rise button بهذه الصورة الآن rise button تريد مني مثلا في child ممكن أعطيها text معين وليكن get started بهذا الشكل وكذلك تريد مني on press شوف تفتح أقواس وتعطيها بهذه الصورة الآن نضغط hot reload تلاحظ بأنه get started button ظهرت بهذا المكان في البداية مبدئيا على سي مثال لو أريد أنه تظهر بالمنتصف تماما كيف هذا الشيء باستعمال wrap with center المفروغ فإذن wrap with center بهذه الصورة سيجعلها بالمنتصف الآن أريد أنه أغير ألوانهم فعلى سي مثال لونها سيكون أحمر red ولون النص سيكون أبيض بهذا المكان مجرد أن تعطيه style هو عبارة عن text style بهذه الصورة ممكن أن تعطيه color وليكن عبارة عن white بهذا الشكل شوف بأن أصبحت بهذه الصورة كذلك نحتاج إلى font size حجم الخط وليكن 25 تلاحب بأن أصبح بهذا الشكل طيب بالنسبة للتكملة أنه هذه البوتون نريد أن نضعها بهذا المكان وكذلك تأخذ مثلا عرض الشاشة وتفاصيل كثيرة ممكن أن نعملها كل هذا الشيء نكمله في الدرس القادم حتى ما يطول وقت الفيديو لك لك أن هذه البوتون التي هي get started المفروض بأنه تكون بهذا الموضع وليس في center والمفروض بأنه نضع بعض التنسيقات وبعض الأمور الإضافية أكيد في البداية تلاحظ بأنه هذه rise button حتى أضعها في center اضطرت بأنه أضعها بداخل وجت اسمها center لكن لو أريد أضعها في مكان مخصص على سبي مثال بهذا المكان فأضطر بأنه أضعها بداخل وجت هذه الوجت اسمها align فائدة هذه الوجت بأنه ممكن استعمل alignment بداخلها وعن طريق هذه alignments ممكن أحدد أي موضع أنا أريده على سبي مثال لو أختار alignment dot center الآن ستضعها في center طيب ما الفائدة الآن ما عملت أي شيء ممكن أنه تختار زاوية معينة على سبي مثال تختار bottom center أو أي زاوية أنت تريد فحاليا bottom center يعطيك بهذا المكان مثلا ممكن تختار top right بهذه الزاوية أو بهذا المكان top left أو أي زاوية أنت تريد طيب أيضا هذا ليس هو الذي نريده أنا ما أريد أنه أحدد زوايا عشوائية بهذه الصورة أريد أنه موضع مخصص على سبي مثال أريد أنه أرفع ها قليلا إذن ترفع بهذا المكان قليلا كيف هذا الشيء ممكن أنه بدل ما أكتب alignment المسافة بالX و بالY لكن هذه المسافات هي أصلا تأخذ بالأعشار يعني على سبي مثال أنت حاليا لو تكتب 00 بهذه الصور hot reload شوف بأنه يعطي كياه في center إذن نقطة الأصل هي موجودة في center فحاليا لو تبدأ مثلا تزيح إلى اليمين أو إلى الأسفل أو إلى أي اتجاه فهذا X هو مسؤول عن هذا المحور بينما هذا الواي هو مسؤول عن هذا المحور فأنا أريد بأن أزيح إلى الأسفل بمقدار معين فإذن أحرك هذا المقدار فعلى سبي مثال أكتب 0.93 بهذه الصورة فشوف بأنه يزيح بهذا المكان يعني مثل ما ذكرت لك أن القيم تكتب بالأعشار فأعلى قيمة أنت ممكن تكتب ها واحد لو كتبت واحد ستكون البوتوم أكثر أنا شرحتها في فيديو منفصل ممكن أضع لك فقط رقم الفيديو في الوصف فأنا شرحت درس منفصل عن الالاين وعن الانيميت الالاين يعني أخذناها في السكشن الخاص بالانيميشن المهم أنه استعملت هذه الالاين حتى أنه أخصص الموقع بهذا المكان طيب الآن أريد بعض التنسيقات أحتاج أنه هذه البوتون أنه تأخذ عرض الشاشة أريد أنه الوث يكون double dot infinity وكذلك أحتاج إلى margin و بايدين بالبداية ممكن أستعين ب container فإذن rise button alt interrupt with widget واسم هذه هي container هذه container حتى استفاد من خاصية الوث أكيد فأعطي أكيد double dot infinity فتشوف بهذه الصورة كذلك ممكن أستفاد من خاصية margin ومن ثم edge insert لكن ليس dot all المفروض dot symmetric ومن ثم أعطي فقط من horizontal ما السبب لأنه أنا أريد أنه يبعد مسافة معين من هذا المكان ومسافة معين من هذا المكان ففقط أحتاج من horizontal وليكن مثلا مسافة 10 حتى يبعد 10 بهذه الصورة كذلك ممكن استعمل painting طبعا بداخل bottom ممكن استعمل painting لا تنسى بأنه bottom بداخله تحتوي على painting ممكن استعمل edge insert dot all مثلا ممكن 7 حتى أنه يبعد النص عن الإطار الخارجي تلاحظ بأنه الآن أصبح الموضوع أفضل طيب الآن ممكن أنه نبرمج on press حاليا ممكن هالشي هذا الآن على مثال هذا الشخص ما يريد بأنه يقرأ أو شاشات متعددة حول التطبيق اللي هي المفروض تعطي معلومات أساسية عن التطبيق لو تظهر في البداية فيريد مثلا مباشرة من أول شاشة يضغط على get started والمفروض بأنه ينقله إلى الصفحة الرئيسية اللي في تطبيقنا هذه الموجودة بداخل main dot dart كيف هذا الشي عن طريق ال navigator فلو تكتب مثلا navigator dot of context ومن ثم dot وتستعمل push أو push named حسب أنا أريد على سي مثال بأنه أستعمل push named طيب المفروض بأنه تعرف مجموعة من routes اللي عندك لا تنسى بأنه حاليا الصفحة الرئيسية أصبحت هي هذه ال p underscore view إذن الصفحة اللي أعمل عالية حاليا هي الصفحة الافتراضية فالمفروض بأنه تعرف ال routes بداخل هذا المكان نفسه تلاحظ بهذا المكان أنت عندك home بهذه الصورة ممكن أيضا أنه تعرف ال routes لأنه هو ال routes أصلا موجود بداخل material app فإذا routes بهذه الصورة وتعطي أقواس الماب لأنه هي عبارة عن ماب اعتيادية طيب الماب حاليا متألف من مفتاح وقيمة فالمفتاح بهذه الصورة ومن ثم القيمة القيمة تعرف بها على سيمثال ctx ومن ثم بهذه الصورة مثل ما تعلمنا مجرد أنه الآن تعطيها اسم route وتعطيها الوجت الآن حسب على سيمثال وليكن اسم route slash a عندما تنتقل إلى slash a فهذا يعني انتقل إلى ممكن تعطي اسم الوجت فعلى سيمثال الآن اسم الوجت هو my home page my home page ممكن أنه أضع بهذا المكان وأفتح أقواس طبعا أكيد المفروض بأنه يعملي import alt enter مجرد أنه أعملي import للمain dot dart شوف بأنه أعملي import إذن عندما تريد أن تنتقل my home page مجرد أنه أكتب slash a ممكن أي رمس أنت تريد كذلك الخيار الثاني أنه تحاول تنتقل إلى supply screen وليس إلى my home page طبعا تذكر بأنه عندما برمجنا supply screen هي أصلا سكري مؤقتة يعني ممكن أنه تنتقل لها ومن ثم supply screen هي توقائيا بعد ثواني ستنتقل my home page فحسب أنت مخير وهذا كله لغاضي التجربة فقط فإذن supply screen تلاحظ بهذا المكان اسم الوجد هو main supply screen فبالتالي تضع بهذا المكان main supply screen وأكيد مفروض بأنه يعمل ها import بهذا الصورة طيب الآن عرفنا الراوت فعلا الآن حسب أنت عندك خيارين عندما تضغط على button هل تريد أن ينقلك إلى home page مباشرة أو إلى supply screen ومن ثم إلى home page أنت مخير طبعا وطبعا بهذا المكان تضع السيميكون أو الفارز المنقوضة لكن الآن لاحظ لو أفتح النافذة وبقيها مفتوحة وأضغط على button سيضع error مباشرة ويعطيك هذه الرسالة الخاصة بالerror لأنه طبعا حاليا سيبحث عن context ولا يجد context طبعا ما أريد أنه أدخلك بتعقيدات الموضوع فحل هذا الموضوع ببساطة بأنه ممكن أوفر context آخر بالنسبة مثلا لهذه الوجت align وcontext يكون مستقل ومنفصل خاص بها حتى لا يكون هناك لبس في context يعني الآن لاحظ أنت موجود تكتب context بهذا المكان هو سيضطر أنه يخرج إلى الخارج ليصل إلى هذا context وستصبح مشكلة فبالتالي كيف هذا الشيء الآن هذه لو أخذ كات أو ممكن مثلا alt interrupt وذوجت اسم الوجت اللي نحتاجه حاليا هي الbuilder ومن ثم هذه الآن لو أجعلها أو أخذ كات بهذه الصورة هذه الbuilder تفيدني بأنه بداخلها براميتر اسمه builder وهذا الbuilder ممكن أعرف function بداخل بهذه الصورة اسم البراميتر هو سيكون اسم الكونتكس بهذه الصورة فالآن ممكن تضع الالاين بشكل مباشر الآن قبلها منك ما عنده أي مشكلة طيب ما الذي سيتغير مجرد أنه بهذا المكان ستعطيه CTX فتشوف بأنه هذا الالاين بدل ما كان بشكل مباشر وضعت بداخل builder حتى أولد لك context ممكن سميت بأي اسم مخصص عن طريق الbuilder أكيد فالآن navigator of context يعني عن طريق الnavigator من هذا الcontext اللي هو هذا الcontext المحدد فعلا انتقل إلى البي البي اللي هو مثل ما حددنا supply screen الآن مفروض بأنه يقبلها منك تضغط الآن على hot restart مثلا الآن لاحظ لو تضغط على هذه button شو بي أنه ينقلك supply screen ومن ثم إلى main screen طيب الآن لو ترجع مرة ثانية تشوف بأنه رجعت مرة ثانية إلى page view رجعت مرة ثانية إلى هذه الصفحة طبعا لو ما تريد بأنه يرجع فممكن تستعمل push replacement name وهذا شيء أخذنا طبعا المفروض بأنه استعمل push replacement name حتى أنه شخص عندما يرجع يغلق التطبيق يعني هذا يظهر لأول مرة فقط طيب بعدها نريد بأنه نبرمج الدوائر اللي تظهر بهذا المكان اللي هي يسموه طبعا بالpage indicator طبعا بالمناسبة هذه ممكن أحيانا يسموه بالonboarding screen لأنه هذه screen هي اللي تظهر بالبداية ممكن تعملها مثلا scrolling وتظهر فقط بأول مرة تشغل التطبيق كبديل أتصور ل supply screen ممكن تستعمل فحاليا بالنسبة للpage indicator ممكن مثلا تكون مجموعة من الدوائر أربع دوائر مثلا حمراء وإذا كان بالصفحة الأولى الدائرة الأولى تصبح خضراء عندما تنتقل للصفحة الثانية الدائرة الثانية تصبح خضراء وهكذا هذا الشي طبعا هو ممكن للبعض يشوفوا مزعج وبرمجة طويلة إذا برمجت بشكل يدول فبالتالي تصبح وتقوم بهذا الشي بشكل أسرع أو بشكل أفضل لكن أكيد في البداية ممكن برمجة بشكل يدوي طبعا صور عملنا هذا الشي بداخل image slider أو carousal لكن هذه مرة سنقوم بطريقة نوعا ما أفضل بأن سنقوم بإنشاء class منفصل وهذا class هو الذي يقوم ببناء هذه الدوائر الأربعة فإذا بهذا المكان class بهذه الصورة وليكن اسم هو indicator نفتح أقواس بهذا الشكل طبعا indicator ممكن يكون i هذا طبعا عبارة عن stateless widget فإذا extend وليكن stateless widget ما أعتقد أنه سيحتاج إلى state الآن سيطين error لأن المفروض نعمل override لهذه الـ build function بهذه الصورة ومن ثم المفروض بأن نعمل return لوجت معينة هذه الوجت ستمثل الدوائر الأربعة اللي ممكن مثلا تكون بهذا المكان فبالتالي كيف نبني هذه الدوائر مثل ما هذه كالت بشكل يدوي فإذا container وليكن مثلا height الخاص بها 10 و width الخاص بها 10 كذلك ممكن أعطيها color معين فإذا color أو ممكن أستعمل decoration فممنوع أستعمل color مع decoration ممكن decoration ومن ثم box decoration بهذه الصورة الآن ممكن أستعمل color على سين مثال مبدئيا وليكن red فارزة ومن ثم أستعمل shape حتى يقوم بتغيير shape إلى circle فإذا ممكن أستعمل box shape dot circle بهذه الصورة الآن هذا الكود ما معنى أنه سيقوم ببناء دائرة حمراء وأبعاد ها 10 في 10 طبعا هذه 10 صغيرة أعتقد بالنسبة لهذا design ممكن يكون 15 الآن هذا الكود يقوم ببناء دائرة واحدة أريد بأنه أكرر هذا الكود أربع مرات يعني أقوم ببناء أربع دوائر كيف هذا الشيء مجرد أنه control alt m ومن ثم أستعمل build container ممكن أعمل refactor إذن تلاحظ بأنه سينشئ function منفصلة طبعا بداخل نفس الكلاس ويستدعي هذه الـ function بهذه الصورة أريد بأنه تكون هناك أربع دوائر هذه أربع دوائر مصطفى بشكل أفقي يعني بداخل row وليس column إذن بهذا المكان نعمل row بهذه الصورة ومن ثم children الآن نستدعي الفاكشن بهذه الصورة ومن ثم نكرر استدعاء الفاكشن أربع مرات لكن في البداية مبدئيا هذا اللون ما أريد أنه يكون ثابت أريد أنه يكون متغير ليس دائما أحمر فممكن نعرف متغير إذن نوعه color وليكن اسمه color بهذه الصورة وهذا color نسنده بهذا الشكل إذن الآن مفروض بأنه نمر اللون على مثال لون أحمر بهذه الصورة نستدعي هذه أربع مرات بهذه الصورة الآن كل شيء جاهز بمجرد أنه تنشئ objects من هذا indicator هو سيقوم بإرجاع هذا الرو وهذا الرو عبارة عن أربع دوائر حمراء إذن متى أو أين تريد أن تضع هذه الأربع دوائر نريد على مثال في center بهذا المكان ممكن مثلا center ونفتح أقواس الآن لاحظ بمجرد أنه تنشئ object من هذا indicator طبعا المفروض أكيد أنه نعمل child بهذه الصورة يعني نضع الاندكيتر كchild بداخل الـ center الآن hot reload تلاحظ أنه فعلا ظهرت الدوائر الأربع بهذا المكان إذن هذا الاندكيتر هو قام وضعت بداخل center حتى توسطت في center الآن أريد أنه تضع في center row يعني تلاحظ أنه عبارة عن row أصلا فممكن أنه تستعمل main access alignments فبالتالي main access alignments dot center بهذه الصورة حتى يضع في center كذلك تحتاج إلى payding أو ممكن مثلا أنه نعتبر margin على اعتبار النحافات خارجية طبعا ممكن نضبط هذا الشيء بداخل هذه container أصلا لأنه ببساطة container تدعم payding و margin وكل شيء فإذن margin edge insert dot all ولي يكون 4 أتصور هذا كافي تشوف بأنه فعلا فرق هذه الدوائر الآن الفكرة هي نريد أنه عندما يكون في الصفحة الأولى هذه الدائرة تتلون باللون الأخضر وعندما تنتقل للثانية هذه الدائرة تلون باللون الأخضر وهكذا هذا الشيء تحتاج إلى on change الon change أكيد يجب بأنه يوفر لك الpage viewer هذا الشيء حتمي إذن لو تنتقل الآن إلى page viewer يعني بهذا المكان تلاحظ عندك page view لو تفتح حاليا 100% ستجد برامتر اسم on page change إذن هذا ممكن أنه يُعلمك بالإندكس الحالي أو إندكس الpage الحالي إذن ممكن أنه نستخدمه تلاحظ بأنه بداخل page view لو ندخل إلها إحنا استعملنا chill drin مبدئيا بهذا المكان إذن بعد chill drin ممكن نستعمل براميتر آخر اللي هو on page change هذا يستقبل مني function كاملة لكن يجب أنه أعرف براميتر بداخله إذن بهذا المكان أعرف براميتر وليكن vol هذا البراميتر طبعا integer سيعرف ومن ثم أقوم بإسناد قيمة integer إلى قيمة انتجة أخرى طبعا عند الإسناد المفروض بأنه استعمل set state أكيد تتأكد بأنه أنت تستعمل state full widgets إذا كنت استعمل stateless widgets كتبتها البداية فحولها إلى state full widgets الآن لاحظ أريد بأنه أسند قيمة انتجر إلى قيمة انتجر أخرى فالمفروض بأنه يكون عندي براميتر أو متغير انتجر هو يمثل current index حتى أسند له هذه فال فإذن بداخل class على سبيل مثال بهذا المكان ممكن أنه أعرف انتجر وليكن مثلا current index بهذه الصورة مبدئيا لو أعطي صفر إذن current index يساوي صفر مبدئيا فبالتالي هذا current index هو يتحدث بكل مرة أنا أعمل يعني عندما أنتقل إلى الصفحة الثانية يحدث current index إلى واحد وهكذا إذن أسند له بكل مرة قيمة الفال إذن الآن ستتحدث قيمة current index بكل بساطة أريد بأنه وفق لهذا current index أنا أتحكم بألوان هذه الدوائم لكن السؤال هو أنه أنت معرف current index فقط بداخل هذا الكلاس اللي هو page view state الآن أنت ما تستطيع بأن تستعمله بداخل هذا الكلاس اللي هو indicator ممكن طبعا أنه تعمله متغير عام مثلا أو ممكن أنه تمرر إلى هذا الكلاس اللي هو indicator الآن أنا سأستعمل طريقة التمرير إذن تلاحظ بهذا المكان indicator مجرد أنه أمرر لل current index عندما عندما تريد أن تمر إلى current index المفروض بأن هو يستقبل أصلا فإذن بهذا المكان أعرف مثلا وليكن final integer متغير يمثل index فارزة منقوطة ومن ثم عن طريق constructor تستقبل هذا ال index إذن this.index فارزة منقوطة الآن سيختفي عندك الإراء تلاحظ بأنه أنت عندما تستدعي هذا ال-indicator تمرر له متغير integer هو سيستقبل هذا المتغير integer تحت اسم index إذن الآن ال-index الحالي للصفحة أصبح مخزن في هذا المتغير ممكن مثلا ببساطة بشرط بسيط بهذا المكان هل ال-index يساوي يساوي صفر علامة استفهام إذا نعم فبالتالي حول إلى green وإذا لا فحول إلى red نفس هذا الشرط ممكن أنه تكرر بهذه الأماكن إذا ممكن بهذه الصورة الآن لاحظ الدائرة الأولى هي تتحول إلى أخضر إذا كان index 0 الدائرة الثانية فقط إذا كان index 1 وإذا كان index 2 وإذا كان index 3 هذا الأسلوب واخذنا أكثر من مرة خلال دورتنا إذا الآن معنا هذا الكلام تضغط الآن على hot reload تشوف بأنه مبدئيا هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث وهذا الرابع بهذه الصورة إذا ما عندك أي مشكلة تشوف بأنه الدوائر الخضراء تنتقل مع الصفحات طيب كذلك أعتقد بأنه موقع هذه الدوائر الأربعة سيئ في المنتصف لو نجعله مثلا بهذا المكان يعني في موضع معين ما بين description وهذه الputum طبعا هو تشوف بأنه أنا وضعت بداخل center يعني استدعيت indicator ووضعت بداخل center هذا الشيء طبعا ممكن أنه تتفاداه ممكن أنه تضع indicator بشكل مباشر هذا خيار أتصور سيئ لأن المفروض أنه هذا indicator عبارة عن class كامل فالمفروض بأنه يكون class متكامل إذن ممكن أن تجعل التنسيق بهذا المكان فأنت فقط تحتاج أن تستدعي إذن حاليا لو تريد أنه تحيط بcenter المفروض بأنه بدل ما ترجع row هذه row تعملها wrap with center لو تريد هذا الشيء فحاليا نحن نريد بهذا المكان كيف هذا الشيء كيف نضع الوجد في موضع مخصص باستعمال align أكيد فممكن مثلا align بهذا الشكل حتى تستفاد من خاصية alignment مثل ما ذكرت ممكن عن طريق constructor فإذن alignment وعن طريق constructor تعطي قيمة X وقيمة Y الآن لو اعطيت 0 سيضع في center المنتصف ما يتغير أي شيء أريد بأنه ينزل قليلا الآن تذكر بأنه لو تعطي واحد فسينزل إلى أقصى مرحلة السبب لأنه الواحد هي أعلى قيمة فممكن تعطي قيمة بالأعشار على سي مثال 0.7 الآن تلاحظ بأنه المكان هو أصبح أفضل إذن هذا مكان أتصور جيد جدا طيب على سي مثال نريد شيء معين أنه عندما تعمل بالنسبة للصفحة الرابعة بهذا المكان هو يقوم تلقائيا بالانتقال إلى الصفحة التالية يعني انتقال إلى سي كريم ومن ثم إلى المين كيف هذا الشيء ممكن إذن مبدئيا لو نغلق هذا الكلاس حاليا إذن بداخل هذه ممكن بهذا المكان بداخل تلاحظ بداخل الست قيمة الVol إلى الCurrent Index إذن الآن لاحظ إذا كان هذا الCurrent Index يساوي يساوي ثلاثة على اعتبار أن الصفحة الرابعة الأخيرة هي يتمثل رقم ثلاثة على اعتبار أن الترقيم يبدأ من الصفر فإذا وصل الCurrent Index إلى ثلاثة فعن طريق الNavigator المفروض بأن أقول لأن قلني إلى الصفحة سبلاس سكرين إذن هذا النص نفسه سأضع بهذا المكان إذا وصل الCurrent Index إلى ثلاثة فنقلني إلى السبلاس سكرين لكن أيضا ستظهر لي مشكلة بالكونتكست ممكن بنفس الأسلوب أن أستعمل الBuilder يعني هذه الPageView أضعها بداخل الBuilder حتى يوفر لي context مخصص لها فإذن Builder بهذه الصورة تفتح قواس ومن ثم فارز بداخل الBuilder عن طريق الBuilder ممكن تفتح قواس وتوفر context معين على مثال CTX أو ممكن سمين باسم ثاني مختلف ممكن هذا إذن CTX بهذا الشكل وبهذا المكان أنت تضع الوجت إذن هذا الPageView ممكن أنه تأخذ كات ومن ثم تضع بهذا المكان تلاحظ بأنه الPageView اللي هو بهذا المكان أصبح موجود بداخل الBuilder الآن كل اللي نحتاج بأنه بهذا المكان نستخدم هذا الContext الذي ولده لنا الBuilder فالآن كل شيء تمام أتصور فبالتالي نضغط الآن على Hot Restart مثلا الآن لاحظ أنا موجود في الصفحة الأولى ومن ثم الثانية الثالثة الرابعة تشوف بي أنه مباشرة حولني إلى Splash Screen ومن ثم إلى Main Screen طيب على سبيل المثال أريد بأنه ينتظر مثلا ينتظر ثانية أو ثانيتين ومن ثم يحولني إلى Splash Screen هذا الشيء طبعا هو سابق لأوانه لكن مجرد أنه أعطيك فكرة عننا يعني لا تركز كثيرا بالأكوات نشرحها بشكل مفصل داخل موضوع الAsynchronous Programming وبالتالي سنشرح أكيد عن الفيوتر فهذا الشيء ممكن أنه يتم باستعمال الفيوتر مثل ما ذكرت لك لا تركز كثيرا في الأكوات فقط أنه أخذ فكرة عليها ممكن عن طريق الفيوتر أستعمل Delayed Delayed يعني تأخير فتعطيني مدة تأخير هذه المدة ممكن تحددها مثلا بلي Duration Class Duration بهذه الصورة ممكن طبعا بداخل هذا الـ Class تشوف بأنه ممكن تحدد المدة اللي تريدها على سين مثال مثلا ثانية واحدة أو ثانيتين حسب فبهذا المكان ممكن تحدد Second وليكن ثانية واحدة بهذه الصورة ومن ثم تعطي براميتر ثاني الآن ما الذي يدريني بأنه هناك براميترات اثنين ممكن مثلا لو تفتح هذه Delayed تشوف بأنه فيها براميترات اثنين الأول يمثل Duration والثاني يمثل هذا المقدار ما أريد بأنه أدخلك بتفاصيل الآن فبالتالي نرجع مرة ثانية بهذا المكان أنا سأعرف function كاملة باللامدة expression أكيد أسهل بهذه الصورة محتوى هذه الـ function الآن ما الذي تريد أن تفعله مجرد أنه هذا الكود أنسخ وأضع بهذا المكان إذن بدل ما أنه أنفذ هذا السطر بشكل مباشر أنا الآن أخبره بأنه نفذ هذا السطر لكن بعد ما تنتظر ثانية واحدة يعني انتظر ثانية واحدة ومن ثم نفذ السطر طيب هذا كله هو متى ينفذه فقط إذا كان current index يساوي ثلاثة فإذن المفروض بأنه باستعمال f-statement تفتح واصل f-statement بهذه الصورة وتضع هذا الكود بداخل f-statement يعني هو سينفذ فقط إذا كان current index يساوي ثلاثة حاليا لاحظ hot restart الآن تشوف بأنه لو أنتقل إلى الصفحة الأخيرة بعد ما انتظر ثانية واحدة تشوف بأنه انتقل إلى سبلاس screen ممكن مثلا تجعل ثانيتين لو تريد هذا الشيء ممكن ثانيتين مثلا بقي لدينا نقطة أخرى اللي هو كيف تجعل scrolling بشكل تلقائي يعني حاليا نشوف أنا موجود في الصفحة الأولى المفروض بأنه أعملها scrolling طيب لو ما عمل الصفحة كيف أجعل أيضا بعد ثواني معينة هو بنفسه تلقائيا ينتقل إلى الصفحة التالية وهكذا في البداية هو أصلا page view ممكن تستعمل لك controller يعني حاليا نشوف page view لو تفتحها تشوف بأنه هناك براميتر يمثل controller المفروض تلاحظ بأنه هذا البراميتر هو عبارة عن controller نوعه يكون عبارة عن page controller طيب لماذا لم نعطي قيمة لهذا البراميتر الآن لاحظ على سين مثال بداخل هذا الكلاس يعني بهذا المكان لو أعرف مثلا متغير وليكن final وهذا المتغير نوعه page controller وليكن اسم البراميتر هو عبارة عن controller بهذه الصورة الآن أبدأ بإعطاء قيمة معينة وليكن عبارة عن page controller تفتح قواس ومثل ما تعطي فارز منقوض إذن الآن هذا براميتر اعتيادي ما فيه أي مشكلة ما فيه أي شيء جديد براميتر اسمه controller ونوعه page controller الآن لاحظ هذا page controller لو تفتح شوف يعني معرف بداخل ثلاث متغيرات الثلاث متغيرات هو بالأصل معطيهم قيم ابتدائية فما عندك أي مشكلة يعني حتى لو ما أعطيت القيم مبدئيا على سبي مثال أبسط شيء هو initial page شوف بأنه يعطيه zero إذن الصفحة الافتراضية اللي يبدأ من أدها هو zero لو تريد مثلا أنه يبدأ من الصفحة الأولى ممكن هذا الشيء إذن على سبي مثال وليكن أنه أحدد initial page one سيبدأ من الصفحة الأولى المفروض طبعا فارزة بهذا المكان لكن لا تنسى بأنه أنت تعلم بالcurrent index بهذا المكان فالمفروض بأنه إذا تريد أن تبدأ من الصفحة الأولى فهذا أيضا تجعله واحد مثلا حتى أنه يتغير لون الدائرة الخضراء ومن ثم المفروض بأنه تربط هذا الكونترولر بالخاصية الموجودة بداخل البيج view اللي هي الكونترولر كيف هذا الشيء ببساطة يعني بداخل البيج view الآن بهذا المكان تشوف بأنه أنت استعملت children واستعملت خاصية أخرى اللي هي on change ممكن تستعمل خاصية ثالثة اللي هي الكونترولر مجرد أنه تساوي قيمة البراميتر اللي هو الكونترولر اللي عرفته بهذا المكان وهذا الكونترولر ما الذي سيفعله مجرد أنه سيجعلك تبدأ من الصفحة الأولى بدل ما تبدأ من الصفحة صفر إذن الآن لاحظ hot restart سأبدأ من الصفحة الثانية شوف بأنه بديت من title 2 طبعا ممكن مثلا أنه ترجع تبدأ من الصفحة الأولى بهذا الشكل حاليا نغلق هذه حتى يكون موضوع واضح الآن مثلا ما ذكرت شيء الأخير الذي نريد أنه نعمل بدرسنا هو أنه يكون هناك تلقائي بعد ثواني معينة هو بداخله يعمل على ممكن نستعمل الانت ستيت بهذا الصورة عن طريق التايمر طبعا تشوف بأنه التايمر هو عبارة عن أو هو يأتي من ال dart dot async مثلا ما ذكرت لك ال async راسل بروغرامنج المفروض بأن يكون لها section خاص بها فما تركز بالأكواد هذه ممكن أستدعي هذه الperiodic periodic يعني فترة دورية فترة منتظمة شوف بأنه تريد من التو براميتر الأول يمثل duration والثاني عبارة عن function تمثل تايمر بهذه الصورة فإذا الأول duration تعطيه الآن duration على سي مثال كل ثاني تيم مثلا أريد أنه ينتقل إلى صفحة معينة وبهذا المكان كنت تكتب المحتويات طبعا فارزة منقوطة بهذا المكان أوكي الآن اللي نحتاجه خطوطين الخطوة الأولى أنه نزيد current index إذا كان current index أقل من ثلاثة فبالتالي current index plus فارزة منقوطة هذا الجزء الأول من الكود أنه حاليا current index هذا مثلا في الصفحة الأولى هو يمثل صفر هل هو أقل من ثلاثة نعم حتى أتأكد بأنه ما وصل إلى الصفحة الأخيرة فإذا كان أقل من ثلاثة زيد current index المفروض بأنه عنده زيد current index يعني ينتقل إلى الصفحة الثانية والثارثة وهكذا إلى أن يصل إلى الصفحة الأخيرة فما يعمل عندي هذا الكود لكن اللي يهمني بأنه هذا الزيادة أو هذا الكود سيتم بعد ثانيتين أكيد يعني ينتظر ثانيتين ومن ثم يزيد current index 1 الجزء الثاني من الكود نحتاج بأنه الكنترولر هذا اللي هو تم ربطه بال page view نحتاج بأنه نعلم أكيد بهذا التغيير الذي سيحصل يعني لا تنسى بأنه حاليا أنت ما عندك الوسيط ما هو بين هذا المكان وبين page view هو المفروض بين التغيير أيضا تعلم بهذا التغيير إذن بالنسبة للكونترولر ممكن أستعمل animate to page إذن بأنه أخبر بأنه انتقل إلى page أخرى وهذه المفروض بأنه أعطيها بهذا المكان في البداية المفروض أنه أعطيه الاندكس الخاص بالpage تلاحب بأنه قيمة انتجار تمثل page يعني تمثل index page اللي هو أكيد المفروض current index طيب ومن ثم أعطيه دوريشن ممكن أعطيه دوريشن مثلا ممكن تكون بالميلي سيكند 300 بهذه الصورة ويريد مني الكير طبعا موضوع دوريشن موضوع الكير بالتفصيل شرحنا في السكشن القادم اللي هو أكيد الانيميشن نشرح بالتفصيل عن الانيميشن فهذا الكير ما هو وما عمله ولماذا أنت كتبت هذه الأكواب هذه مشروحة في سكشن خاص بالانيميشن فالان لو أكتب curves dot ومن ثم ease in ممكن أستعمل هذا الأسلوب فارزة مقودة طبعا بهذا المكان لو تريد ممكن تقسم هذا السطر تضع فارزة ومن ثم control alt l حتى يقوم بتقسيم السطر طبعا الآن يعطيك hint المفوض بأن تضع هذه العبارة ما تمسحها اللي هي super dot in state بهذه الصورة الآن يختفي عندك hint إذن الآن هذا timer المؤقت هو periodic هو دوري أو منتظم كل ثانيتين هو يحاول بأنه ينقلك إلى الصفحة القادمة هل هذا الشيء صحيح تضغط الآن على hot restart مثلا الآن لاحظ بعد ثانيتين يحول إلى الصفحة الثانية ومن ثم الصفحة الثانية ومن ثم الرابعة الآن شوف بأنه انتقل supply screen ومن ثم انتقل إلى screen الرئيسية طبعا حاليا هو ينتقل إلى page أخرى كل ثانيتين أتصور فممكن مثلا بشكل مبدئي فقط هذه نجعلها خمس ثواني أو ست ثواني حتى ما يكون مزعج بالانتقال طيب الآن على سيمثال نريد بأنه نخصص أكثر هذه الدوائر اللي تظهر بهذا المكان اللي المسؤول عنها هذا الكلاس اللي هو الاسم الانديكيتر وذكر بأنه عملنا كل شيء بشكل يدوي الآن أنا سيمثال لو تريد أن نتغير اللون هذا الشيء سهل فعلى سيمثال active color سيكون ممكن تجعل أبيض وال inactive color ممكن يكون أسود يعني ممكن تغيير بالألوان هذا شيء بسير جدا لكن على سيمثال لو نريد مثلا أنه نجعل icon يعني icon بدل هذه الدائرة فلنفرض مثلا بأنه نريد icon عبارة عن star أو نجمة أو أي icon معينة بحيث أنه active page تكون مثلا موجودة بicon معينة والinactive تكون موجودات بدوائر اعتيادية يعني نفس هذه الدوائر طيب الآن سيتغيير نوع return يعني حاليا أنت ترجع container هذه container دائما تعطيك دائرة فالآن ممكن نعمل شرط بسيط حتى أنه نرجع قيمتيا مختلفة إما هذه القيمة أو هذه القيمة اعتمادا على هذا الشرط وهذا الشرط أكيد المفروض بأن يعتمد على index إذن الآن لاحظ ممكن نستقبل متغير آخر وليكن يمثل مثلا ال-index لكن حاليا نسميه i بهذه الصورة إذن ال-i يرمز إلى ال-index تذكر بأن أنت تستقبل ال-index الذي يرسل إلى ال-class بهذا المكان يعني تسميه بال-index بهذه الصورة ف بهذا المكان مثلا إذا كان ال-index يساوي يساوي i علامة استفهام فأرجع لهذا ال-container من دون مشكلة مثلا يعني وإلا فأرجع لي شيء ثاني لكن هو المفروض بالعكس لأن هذا ال-container يعني الدائرة الاعتيادية عندما ال-index يكون غير متطابق أما إذا كان ال-index متطابق يعني في active page المفروض بأنه نعمل شيء معين ليس دائرة سنعمل icon فإذن هذه نجعلها متى عندما لا يتحقق الشرق يعني نجعلها مثلا بهذا المكان إذن هذه تجعلها cat ومن ثم تأخذها بهذا المكان طيب ما الذي سنرجع على سبيل مثال نرجع icon معين ممكن هذا فبالتالي icons نفتح أقواس ومن ثم icons dot star بشكل مبدئ بهذه الصورة الآن لاحظ إذا كان ال-index متطابق سنرجع star بهذه الصورة وبخلافه سنرجع هذه container طيب الآن مبدئيا مفروض بأن نعطي parameter ثالي بهذا المكان يمثل index مثل ما ذكرت بأن index حاليا هو مثلا 0 بهذه الصورة ممكن يكون 1 ممكن يكون 2 وهذه المرة الأخيرة ممكن نعطي 3 الآن على سبيل مثال في الصفحة الأولى نحن سنرسل صفر بهذا عن صفر فبالتالي هل الصفر يطابق الصفر نعم سيقوم بإرجاع هذه الائكون وبخلافه يعني بالنسبة للبقية حاليا عندما يستدعي الفاكشن بهذه الصورة تلاحظ بأنه يرسل 1 عندما يرسل 1 والإندكس هو أصلا صفر فهل الصفر يساء 1 لا فيرجع لهذه الكونتينر الاعتيالية يعني في الصفحة الأولى ستكون أول آيكون أو أول إنديكيتر عبارة عن آيكون اللي هي start والبقية تكون عبارة عن دوائر ائتيادية طبعا هذه مناسبة صفر بهذا الشكل طيب هونت ريستارت مبدئيا ومن ثم ممكن نعمل التنسيق شوف بأنه يعطيني error طبعا الـ error بسيط بهذا المكان بأنه هذه فكشن بلد container شوف بأنه هي مرة ترجع icon ومرة ترجع container لكن أنت محدد نوع الأرجاع هو container فبالتالي نوع الأرجاع ببساطة تجعل وجد بصورة عامة يعني فبالتالي الآن ممكن الموضوع يصبح أفضل الآن لاحظ فعلا إذن هذه الصفحة الأولى إعطاها نجمة الآن لاحظ تنتقل الصفحة الثانية صفحة الثالثة صفحة الرابعة ممكن هذا الشي بأنه يعطيه نجمة طيب بالنسبة لألوان الدوائر الآن دائما ستكون بلون واحد يعني دائما ستكون ال-active color اللي هو الأحمر لأنه أصلا ال-active color هو لن يرسم دائرة في ال-active color سيقوم برسم star فحاليا أنت أصلا ما تحتاج إلى هذه ممكن مباشرة تعطيها لون بمثل أحمر لأنه دائما أحمر أو ممكن مثلا أنه نجعلها بلون أبيض تصور مناسب أو أي لون ممكن يكون ممكن بهذه الصورة يعني فطبعا هذا ال-parameter الثاني ما تحتاج ه نهائيا ممكن أنه تمسح طيب مثل ما ذكرت لك هناك العديد من المكاتب اللي تعمل هذا الشيء بشكل ممكن يكون أفضل للبعض يعني وممكن بعض يفضل الطريقة بأنه يجعلها بشكل يدوي فإذا لو ننتقل المتصفح تشوف بهذا المكان لو تكتب page view indicator طبعا تنتبه هناك العديد من المكاتب يعني نشوف مثلا هذه مكتب page view indicators هذا جمع بهذا المكان هذه غير مكتبة حاليا ما تفيدنا المكتبة اللي تفيدنا هو page view indicator من دون S تنتبه إلى هذا الشيء فتفتح لك المكتبة بهذه الصورة طبعا تذهب إلى installing طبعا لو ما وجدت المكتبة فبالتالي تذهب إلى pub.dev بهذا المكان وتبحث عن هذه المكتبة اللي هي page view indicator من دون S فالآن مفروض تظهر لك اللي هي هذه المكتبة طيب تذهب إلى installing أكيد هذا السطر تنسخ وثم تذهب إلى dependencies مجرد أن تضع هذا السطر طبعا أيضا المعلومة فقط أنه لو ما وضعت هذا version أو الإصدار أو النسخة الخاصة بهذه المكتبة هو سيجلب لك أحدث نسخة من المكتبة يعني حاليا لو تحذف هذه ما يعطيك إراب هو سيجلب النسخ وممكن ما تحدد هذا شي بعد هالم مفروض بأنه تعمل import إذن هالسطر تنسخ ومن ثم تضع مثلا بهذا المكان تشوف الآن نبدأ نستخدم هذه المكتبة طبعا لو تلاحظ في examples هو يعطيك example لأنه طبعا من الصعوبة أنه تحفظ أكواد هذي مكتبات خارجية تشوف بهذا المكان أنه عنده أب يرث من stateless ومن ثم يشغل هذا المهم تشوف بأنه هو عنده stack وبداخل stack موجود children وبداخل children موجود عندي عنصرين يترتب واحدة فوق الأخرى العنصر الأول هو عبارة عن page view اعتيادي طبعا هو ارتئ بأنه يستخدم طريقة البلد المهم هذا هو page view اعتيادي فوقه يضع الانديكيتر الخاص بي يعني هذه الدوائرة تبدل ما تنشئ بشكل يدوي اللي نسمي الانديكيتر فهو يقوم بإنشاء فتشوف بأنه عندك build example 1 يقوم بإرجاع وجهة أكيد هذا هو build example 1 مجرد أنه تنسخ لهذا الكود ونحاول بأنه نعدل عليه إذن حاليا إحنا عدنا stack وعدنا نضع هذا build example 1 اللي هو ممكن نضع بشكل مباشر ننسخ هذا الكلام كله إذن ننسخ copy ونرجع مرة ثانية الآن لاحظ بهذا المكان أنت عندك page view وفوق ه أنت بهذا المكان وضعت الانديكيتر الآن هذا الانديكيتر اليدوي نجعل على شكل comments ومن ثم نضع هذا الانديكيتر التلقاء الخاص بي طيب الآن يريد مني متغيرين الأول يمثل length طبعا إحنا عدنا length ممكن طبعا تكتب بشكل يدوي ثلاثة أو أربعة لكن إحنا عدنا length جاهز اللي هو mydata.length بهذا الشكل حلينا مشكلته البراميتر الثاني هو page index notify هذا البراميتر هو اللي يستغنى عن current index يعني هو اللي كأنما يستبدل عمل current index الآن لاحظت current index بهذا المكان لو تفتح الbuilder يعني page view تشوف بي on page changed أنت عرفت مثلا vol ومن ثم تستند هذه vol إلى current index بحيث أنه حاليا current index هو يمثل ال index الحالي اللي موجود فيه page بدل ما يكون عندي current index سنستخدم هذا page index notifier هذا يعمل لي notify بأنه يعلمني عند تغير ال page فلو ترجع بهذا المكان تشوف مبدئيا هو يعطي قيمة أو يعرف قيمة هي عبارة عن page index notifier مجرد أنه عبارة عن value notifier مبدئيا يعطي قيمة zero يعني مثل ما أنه نعرف current index مبدئيا نعطي zero حتى يبدأ من الصفحة الأولى فالعان نفس الحالة value notifier مبدئيا يبدأ من الصفر ومن ثم هذا page index notifier يسند بهذا المكان فإذا نأخذ هذا السطر copy ومن ثم نرجع مرة ثانية ممكن أنه نعرف أو نكتب أسفل current index وهذا page index notifier سيسند إلى هذا page index طبعا ممكن تجعل بشكل private يعني ممكن نضع underscore بهذا الصورة ومن ثم مريفاكتا أوكي ctrl alt all حتى ينسق الأكواد أتصور طبعا هنا عندي مشكلة تشبي أنه تستخدم الفارزة العادية وليس الفارزة المنقوطة الآن نسق الأكواد بشكل طبيعي الآن لو نرجع أو نحاول نفهم الكود الخاص بي الكود اللي كتب هو في البداية page view indicator يستقبل مني object من page index notifier حتى تعلم بمكان الاندكس الحالي طبعا بالمناسبة حاليا من تهت برمجة هذا page index notifier الآن لاحظ أنت بهذا المكان أسندت قيمت لل page view indicator أوكي وهو عبارة عن object متعرف بهذا المكان تشوف بأنه تعرف بهذا المكان لكن حاليا أنا ما عندي وسيط ما بين page view وال page view indicator أوكي فالمفروض بأنه فقط أعمل الربط اللي هو سطر واحد بسيط فبداخل page view بهذا المكان بداخل on change أو on page change نقوم هذه مرة بإسناد الفال ليس إلى current index وإنما إلى page index notifier dot value الآن أسند له قيمة الفال بشكل مباشر من دون مشكلة إذن الآن ما الذي حدث هذا page index notifier هو يعوض عن current index فبدل ما أنه تسند قيمة الفال إلى current index ستسند قيمة الفال الآن إلى page index notifier dot value ومثل ما شفت بأنه هذا السطر أنا ممكن أكتبه خارج set state ولهذا تشوف في مثاله هو استعمل أصلا stateless widget فما تحتاج أصلا إلى state في هذا التطبيق الآن كل شيء أصبح تمام لو نرجع إلى page view indicator الخاص بي تشوف بأنه عندك خيارين اللي هو normal builder والhighlighted builder normal builder يقوم ببناء ال inactive item يعني مثل ما أنه كانت عندي دوائر حمراء اللي كانت inactive page والدائرة الخضراء هي active page فبهذا المكان تبني ال inactive وبهذا المكان تبني active فحاليا ال inactive هو عبارة عن circle اعتيادية الحجم الخاص بيه 8 ولون أسود هذه ال inactive طيب بالنسبة لل active تشوف بأنه هو عبارة عن أيضا circle وتشوف بأنه حجمها يكبر حجمها يكون 12 وكذلك يعطيها لون معين طبعا ما أنه علاقة بهذا التعقيد نعطيها لون أبيض مثلا إذن ال active circle تكون بلون أبيض وبحجم 12 وال inactive تكون بلون أسود وبحجم 8 حاليا فقط لو تضغط على hot restart الآن لاحظ تشوف بأنه هذه ال active تكون بلون أبيض وال inactive تكون بلون أسود طبعا بالمناسبة يمكن أنا كتبت كود بهذا المكان أوكي تلاحظ بهذا المكان في الاستاك أنا كتبت هذه ال alignment طبعا المناسبة الاستاك هو يحتوي على alignment يعني ليس هناك داعي بأن الاستاك تحيط بوجت اسمها align حتى تستعمل alignment لا الاستاك هو يحتوي أصلا على alignment لو ما كتبت هذا السطر لو جعلت على شكل comment وتضغط hot reload تلاحظ بأن page indicator يصبح بهذا المكان وهذا شي منطقي لأن أنت عندك حاليا page view وفوقه page view indicator ف page view indicator الموضع التلقائي يكون بهذا المكان ممكن أنه تستعمل online وتضع في أي مكان على سيء مثال الآن لو وضعت في alignment dot bottom center لو استعملت هذه الزاية bottom center شوف بأنه يقع لك في هذا المكان طبعا ممكن مثلا لو تريد أنه ترفع هذه button قليلا وتضع page indicator بهذا المكان لكن أنا على سين مثال وضعت في هذا المكان بالتخصيص فهذا صفر حتى يكون في المنتصب بال X وهذه 0.7 حتى ينزل من المنتصب بمسافة 0.7 حتى يصبح أكيد بهذا المكان طيب نرجع مرة ثانية إلى page view indicator اللي هو بهذا المكان طبعا تشوف بأنه highlighted builder اللي هو active builder بهذا المكان هو اوكي يعطيها circle size الخاص به 12 وللون الخاص به هو أبيض لكن بهذا المكان هو يحتاج إلى scale transition واللي هو عبارة عن curved animation ومن ثم أعطيها parent ومن ثم أعطيها curve طبعا المناسبة هذه parameter هو يعرف بهذا المكان وهذا البراميتر الثاني لو أنت ما تحتاج ه تجعل under score كذلك مثلا بهذا المكان أنت ما تحتاج ه ممكن تجعل ها under score مثلا يعني موضوع الانيمation طبعا نشرح في وقت في section الخاص بالانيمation أنه ما معنى هذا curve وما معنى هذا curve animation هذا كل نشرح في section الخاص بالانيمation لكن هو فقط كفكرة أنه عندك بالscale transition تحتاج إلى هذه النقلة التي تكون من normal builder إلى highlighted builder فتحتاج هذه النقلة فتعمل بسيط الآن أنا سيمثال لو ألغي تقسيم السطر يعني واحد في فارزة واحد فارزة ctrl الآن هو ألغى تقسيم السطر فأصبحت بسطر واحد بهذه الصورة بدل ما يكون عندي child بهذا المكان عبارة عن دائرة بلون أبيض بكل بساطة ممكن أحول ها إلى icon ممكن هذا الشيء إذن على سيم مثال icon تفتح قوس ومن ثم icons dots ممكن تختار أي icon على سيم مثال star اللي هي إيقونة النجمة تضغط الآن hot reload تلاحظ بأنه star أيضا بهذا المكان ظهرت بشكل بارز طبعا ممكن بأنه تحول لونها إلى أبيض أو ممكن مثلا بالعاكس يعني حاليا icon تبقى بلون أسود لكن هذه نحول إلى لون أبيض ممكن هذا الشيء تلاحظ بأنه بهذه الصورة hot reload نرجع مرة ثانية تشوف بأنه icon بلون أسود و inactive أو normal باللون الأبيض ممكن تنسق بأي طريقة أنت تريد نأخذ في هذا الدرس مقدم عن موضوع shared preferences وكذلك أيضا سنأخذ شيء بسيط عن async await في البداية ما المشكلة في هذا تطبيق حاليا هذه screen اللي سموها onboarding screen مثلا هي عبارة عن مجموعة من slides المفروض بأنه تظهر لأول مرة فقط يعني عندما تنصب التطبيق لأول مرة فقط تظهر لك هذه عندما تضغط مثلا get started انتهى الموضوع يعني المرة الثانية والثالثة ورابعة أنه عندما تدخل للتطبيق مرة أخرى الآن لاحظ لو أدخل للتطبيق المفروض بأنه ما تظهر لمرة ثانية هذه screen يعني أراها مرة واحدة فقط فبالتالي هنا ظهرت الحاجة إلى خزن البيانات طبعا مثل ما ذكرت لك بهذا الدرس أنا أعطيك مقدمة عن هذه المواضيع وإلا هي أصلا لها sections منفصلة يعني مثلا data store أكيد عندنا section منفصل فكذلك مثلا أعطيك مثال الأبسط حاليا وليكن مثلا تطبيق الثيم الافتراضي الخاص به هو light theme وأنت أول ما نصبت التطبيق غيرت إلى dark theme لكن المشكلة أنه بعد ما خرجت من التطبيق ورجعت دخلت للتطبيق مرة ثانية رجعت التطبيق من جديد بالlight theme هل من المنطقي بأنه أنت بكل مرة تدخل للتطبيق تغير إلى dark المفروض بأنه تغير إلى dark theme مرة وحدة بالحياة وفقط يبقى مدى الحياة يعمل بالdark theme يعني يحفظ إعداداتك فنحتاج مثلا أنه هذا المتغير مسؤول عن dark theme أو light theme نخزن في مكان معين ويبقى مخزن يبقى ثابت تبقى إعدادات المستخدم ثابتة كذلك بهذا التطبيق نحتاج هذا إذا نحتاج مثلا متغير قيمة boolean إما true أو false هل المستخدم شاهد هذه onboarding screen إذا نعم تمت مشاهدته فبالتالي أعطي قيمة true وعندما أعطي قيمة true يعني تمت مشاهدة screen ما أظهر هذه screen مرة ثانية إذا نحتاج بأن أحتفظ بهذه القيمة واحدة من طرق data storage واحدة من طرق خزن البيانات طريقة اسمها shared preferences وطبعا هذه shared preferences تستخدم لخزن بيانات هذه البيانات تكون بسيطة جدا يعني مثل ما ذكرت أنت عندك متغير قيمة إما true أو false عندك متغير يمثل integer مثلا هو عن طريقة يتم تحديد الثيم فأنت تخزن معلومات بسيطة جدا إذن هذه مكتب اعتيادية مكتبة خارجية تنصبها مثل ما نصبت المكاتب الأخرى فتكتب مثلا shared preferences flutter تظهر لك هذه المكتبة بأول خيار تذهب إلى installing تنسخ هذا السطر وهو shared preferences وتذهب pubspec .yml تكتب بهذا المكان ثم تعمل pubgate بعد المرفوض بأنه تعمل import إذا تأخذ هذا السطر copy ومن ثم طبعا تعمل import بهذا المكان مثلا طبعا سنحتاج بمكان بالpageview .dart بهذا المكان وكذلك سنحتاج بهذا المكان في main .dart الآن لاحب الخطوة الأولى بأنه ننشئ object من shared preferences ممكن مثلا بداخل main .dart ممكن أنشئ object وليكن اسم الobject هو عبارة عن مثلا اي object على سنة مثال prefs وهذا يساوي object من shared preferences اذا shared preferences أو نفس هذه ممكن أن سخ طبعا هذه prefs بهذه الصورة أول شي طريقة إنشاء الobject ممكن أنا ذكرت لك بوحدة من الدروس بأن أحيانا يسمون الobject هو instance عندما نقول مثلا ننشئ instance من هذا الclass يعني ننشئ object من هذا الclass طيب كيف ننشئ instance حاليا أنت ما تفتح قواس بهذه الصورة ما نستخدم هذا الاسلوب وإنما فقط تكتب dot ومن ثم get instance يعني أخبر لشير the preferences بأن أعطيني instance منك انطيني object من هذا الclass فالآن مفروض هو يعطيني object من shared preferences اسم هذا الobject خزنت ب prefs حاليا يعطيني error طيب السبب لأنه يجب أنه أستخدم keyword اسمها await بهذا المكان هذه الكي يعني كلمة محجوزة باللغة اللي هي await await يعني انتظر يعني انتظر مني instance سيأتي من shared preferences وخزن بهذا البرiffs حاليا ما عندي أي مشكلة مجرد أنه ذكرت له انتظر مني instance ما أنشأت instance بشكل مباشر انتظر مني instance طيب لماذا يعطيني error أي function أتعرف بداخلها كلمة await يجب أن تكون هذه function asynchronous function إذن يجب أن تضع كلمة async بهذا المكان وهذا مثل ما ذكرت لك كلها أمور صادقة لأوانها أصلا synchronous يعني متزامن asynchronous يعني غير متزامن فأنت عندما وضعت كلمة await بهذا المكان يعني انتظر مني instance فيجب بأنه هذه function تدعم البرمجة الغير متزامنة يعني أنت تخيل ما معنى أنه البرمجة الغير متزامنة حاليا أنت عندما تكتب await انتظر مني instance طيب سؤال لو استغرقت هذه العملية وقت طويل جدا فمن غير الصحيح بأنه نبقى ننتظر أنه سيبقى ينتظر إلى أن يعطيني instance لو كانت هذه عملية طويلة معقد جدا مثلا دقيقتين هل يتوقف التطبيق لمدة دقيقتين حتى ينفذ هذه العملية هذا الشيء ينتظر لكن السؤال هو كيف ما ينتظر يعني هل هو سيتجاوز هذا السطر كيف سيعمل هذا الشيء هناك مثل مفهوم بالبرمجة يسموه بالمالتي ثريدينج يعني مثل المعالجات المتوازية أو المعالجة المتوازية أو أحيانا يسموها المسارات المتوازية يعني عندما تقول ثريد يعني مسار ما معنى هذا بال Asynchronous Programming كأنما أنت تخيل بأنه يصير عندي أكثر من مسار أكثر من خط أو أكثر من مسار للتنفيذ أوكي فمثلا أنت عندك مسارين وهذه المسارين يتم عمل فيهم شيء معين فأنت عندك في المسار الأول تعمل عندك فاكشن و بالمسار الثاني أيضا تعمل عندك فاكشن فأنت تقوم بمرمجة شيئين بنفس الوقت أوكي فبالتالي حاليا في Asynchronous Function بهذا الصورة أنت كأنما تجعل هذه تولد مسارات للبروسيسنج أو لعملية المعالجة فحاليا هذا عندما تكتب لأويت يعني انتظر مني فهو بالحقيقة ما ينتظر وإنما هذا يكون بالمسار الأول ينتقل إلى مسار ثاني ينفذ الأكواد اللي بعدها ومن ثم إذا تريد فيما بعد ينتظر منك الـ Object ويحاول بأنه يستقبل منك الـ Instance فبهذه الطريقة أنه أنت أي Function بداخلها Await يجب أن تجعلها تدعم البرمجة الغير متزامنة أو Asynchronous Function طيب بعد ما انشأت Object من هذا الـ Prefs ممكن أنه تستعمل Seter والGetter إذن الـ Set تستخدم لوضع Value وضع قيمة معينة أو تخزين قيمة معينة والGet تستخدم لجلب قيمة معينة فإذن حاليا من هذا الـ Prefs ممكن أستعمل الـ Set شوف بأنه عندي Set بكل الأنواع ممكن تضع قيمة Boolean أو Double أو Integer أو String أو String وممكن أنه تستخدم الـ Get تستخدم لإخراج قيمة نحن القيمة التي نخزنها مثل ما ذكرت هي Boolean إما True أو False لكن هذه القيم التي تخزن تخزن ضمن مفتاح معين أوكي على سي مثال الآن لو ننتقل إلى الـ Set الـ Set سيكون أكيد في Page View يعني بهذا المكان الآن لاحظ عندما أضغط على Get Started أقوم بتخزين قيمة معينة Boolean وهذه القيمة تكون True أكيد إذن أذهب إلى الـ On Press الخاصة بالGet Started الآن لاحظ لو أذهب إلى هذا المكان تشوف بأنه هذا هو الـ On Press الخاص بالBotton Get Started طيب بداخل هذه الـ On Press نريد بأنه ننشئ نفس الـ Object يعني ليس شرط بين نفس الـ Object أنا أقصد بأنه نريد أنه ننشئ Object من Shared Preferences فنفس هذا ستأخذ Copy ومن ثم نضع مثلا بهذا المكان سيعطيني Error بما بداخل الـ Function استعملت المصطلح Await معنى انتظر فيجب أن تضع الـ Async إذن بهذا المكان نضع الـ Async على اعتبار أنه نجعل هذه الـ Function تدعم الـ Asynchronous Programming ومن ثم الآن بهذا المكان عن طريق الـ Prefs نستدعي Set Boolean بهذه الصورة الآن لاحظ هو يعطيك مفتاح وقيمة على سين مثال مفتاح ممكن يكون مثلا X أي متغير يعني مفتاح تعطي أي اسم أنت تريده والقيمة فلتكن عبارة عن True بهذه الصورة انتهى الموضوع تشوف بأنه أنت انشئت Object من Shared Preferences عن طريق هذا Object أرسلت قيمة True تحت اسم X يعني هذا المفتاح هو X وقيمة تساوي True أرسلت قيمة عن طريق Shared Preferences فعندما تضغط على Button يتم أرسال قيمة True أرسلتها أنت بالSet Boolean كيف تستقبلها متى ما تريد ضمن المشروع باستخدام Get Boolean طيب الآن Get Boolean يريد مني Key هو يخبرني بأنه أعطيني فقط المفتاح لهذا Boolean وأنا أجلب لك قيمته فأنا أخبر بأنه المفتاح هو عبارة عن X تتذكر بأنه أنت أرسلت True تحت اسم X فالآن استخرج القيمة الموجودة في المفتاح X سيعطيني True إذن الناتج من هذا الكلام هو True ممكن مثلا أخذ ذنه في متغير يعني مثلا Boolean وليكن مثلا Decision طبعا Decision بهذه الصورة ممكن سمي أي اسم إذن حاليا Decision أو القرار هل هو True أو False إلى أي سكرين أريد أنه أذهب إذن إذا ضغطت على البوتون اسم X وسيتم استقباله بهذا المكان فستصبح قيمة هذا Decision هو True فالآن نضع شرط معين إذا كان Decision يساوي يساوي False علامة استفهام فإذا كان كذلك المفروض بأنه ينقلني إلى Page View Screen لا تنسى بأنه هذه Page View Screen متى أريد أنه تظهر إذا كانت قيمة هذا Decision False بينما إذا كانت قيمة Decision True يعني إذا ضغطت على البوتون للمرة الأولى سيتم إرسال قيمة True فحاليا نريد بأنه ما تظهر للمرة الثانية إذن في المرة الثانية بعد ما ضغطت على البوتون Get Started أريد بأنه ما تظهر لهذه السكرين اللي هي Page View أريد بأنه تظهر مباشرة المين سكرين مثلا يعني فكيف هذا الشيء مجرد أنه استعمل عبارات شرطية لكن أنا سأمثال أعرف مثلا Widgets إذن Widgets وليكن Screen بهذه الصورة هذه السكرين تساوي الآن أضع الشرط هل Decision يساوي False إذا نعم فبالتالي أنقلني إلى Page View وأفتح قواس بهذه الصورة وإذا لا فأنقلني إلى My Home Page ومن ثم فارزة من قوضة إذن الآن ما هي قيمة السكرين هذه بحسب إذا Decision False يعطيني Page View يعني مبدئيا مفروض بأنه Decision هو False فبالتالي يعطين Page View بمجرد أنه شاهدت Page View لمرة واحدة سيتحول قيمتها إلى True فالمرة الثانية والثارثة عندما استخدم التطبيق مباشرة يحولك إلى My Home Page لكن هو مبدئيا قيمة Decision ليس False الحالة الافتراضية وإنما سيكون Null لأنه قيمة فارغة أول ما تعرف فالمفروض مثلا أنه نحسن هذا الشرط يعني إذا كان Decision False أو إذا كان Decision عبارة عن Null فانقلني إلى Page View وبخلافه يعني إذا كان True فالآن انقلني إلى My Home Page بالنهاية نعمل Run Up لل Screen بهذه الصورة إذا نعمل Run Up لهذا الوجد اللي اسمه Screen اللي هو إما يكون Page View أو يكون My Home Page بهذه الصورة المفروض بأنه اكتملت الأكواد لو نعمل مثلا إيقاف تشغيل ومن ثم تشغيل التطبيق لكن سيظهر مشكلة بسيطة أعتقد طبعا في البداية نمسح هذه يخبرني بأنه هناك سطر بهذا المكان أوكي نحذفه ونرجع مرة ثانية نعمل Run أوكي تلاحظ المشكلة ببساطة لأنه أنت بداخل المين سكرين بما أنه أعطيتها Await بمعنى أنه أنت تنتظر شيء معين تلاحظ بهذا المكان أنت معرف سكرين أصلا وهذه السكرين معتمدة على Decision وهذا البريف وهذا البريف معتمد على Await يعني هو ينتظر قياه معين وانت مباشرة تعطي السكرين بهذا المكان فهذا الشي يسبب لك مشكلة ففي بداية المين سكرين فقط لو تكتب سطر واحد يعني كأنه شيء سحري لو تكتب لوجه Flutter Binding بهذا الصورة لأنه أصلا عنده مشكلة بالوجه Flutter Binding مجرد أنه نعطي Ensure Initialized بهذا الشكل الآن المفروض بأنه يعمل عندنا التطبيق لو نرجع نشغله من جديد أوك تلاحظ بأنه الأكواد اللي كتبتها مبدئيا قيمة Decision هذا هو عبارة عن null لأنه ما حصل قيمة من هذا المكان لأنه هذه ممكن ما تحصل قيمة أنت ذكرت لبي أنه انتظر مني قيمة لكن ممكن أنه ما تظهر هذا القيمة لحد الآن فهو ما حصل قيمة فقيمة المبدئية null بما أنه Decision يساوي null فنقني إلى Page View طبعا تشوف بأنه تلقائيا عندما تنتقل للصفحة الرابعة هو تلقائيا ينقلك إلى Main Screen أنا ما أريد هذا الشيء وإنما هذا الشيء ذكرت لك فقط لغاية التجريب فهذا الشيء ممكن أنه نلغي حاليا تلاحظ بأنه بداخل الbuilder بهذا المكان بداخل On Page Change شوف بأنه إذا وصل Current فهذا كله نريد بأنه نجعل على شكل Comments إذن F Statements سوف بهذا المكان تختار Code ومن ثم نختار Comments With Block Comments طبعا ممكن تحفظ اختصار اللي هو Control Shift ومن ثم Forward Slash فالآن سيجعل على شكل Comments على تبا أنه عندما يصل للصفحة الرابعة هو ما يحول بشكل تلقائي إلا إذا ضغطت على Get Started أوكي فالآن لاحظ تضغط على Hot Restart الآن لاحظ لو أنتقل إلى الصفحة الرابعة ما يحول بشكل تلقائي إلا إذا ضغطت على Get Started لكن الآن عندما أضغط على Get Started ما الذي سيحصل فقط لو أضغط عليها هو صحيح سينقلني إلى الصفحة الرئيسية لكن أيضا سيرسل بيانات سيرسل قيمة Boolean قيمتها True تحت اسم X فالتالي تلاحظ بهذه الصورة أوكي الآن مفروض بأنه أرسل قيمة True تحت اسم Boolean وهذه القيمة هي تتخزن أكيد بال X الآن مثلا لو نخرج من التطبيق ومن ثم نرجع نفتح التطبيق مرة ثانية شوف بأنه يفتح لي مباشرة المين سكرين إذن حتى لو مثلا عملت إعادة تشغيل للتطبيق من جديد لو تلاحظ بهذه الصورة أوقفت التشغيل ومن ثم عملت Run للتطبيق من جديد شوف بأنه يفتح لي الصفحة الرئيسية لأنه انتهي الموضوع قيمة X أصبحت تساوي True بما أنه قيمة Decision هو عبارة عن True فيعطين My Homepage طيل لو عملنا التالي حاليا لو أنقف تشغيل التطبيق ومن ثم أحذف هذا التطبيق يعني بهذا المكان لو أذهب إلى Settings ومن ثم تطبيقات شوف بأنه Apps بهذه الصورة آخر تطبيق استعملناه هو هذا Flutter App ومن ثم نعمل Installing أو Uninstalling أوكي الآن حذف التطبيق لو نرجع شغلة من جديد سيشتغل التطبيق عندنا كأنما لأول مرة فالآن يظهر لي المفروض بأنه Onboarding تلاحظ بما ظهرت عندي لأنه هذا تطبيق جديد اشتغل لأول مرة بمجرد تضغط Get Started مرة ثانية تغلق ومن ثم تفتح مرة ثانية شوف الآن يفتح لك مباشرة المين سكرين فال Onboarding سكرين أو Page View سكرين تظهر لمرة واحدة فقط ومن ثم تختفي ترجمة نانسي قنقر